لا تزل كورونا تلقي بتداعياتها الثقيلة على الأسواق الأردنية حركة تجارية ضعيفة رغم الازدحامات التي تشهدها الشوارع في الأسواق العودة التدريجية للحياة لم تمنح التجار ورقة النجاة الاقتصادية وكان المواطن ضل الطريق إلى المحلات الحديث هنا لم يعد يدور عن ضعف في الحركة بل عن تراجع مخيف في عملية البيع والشراء لدرجة أن الكثير من الساعات تمضي وحصيلة البيع لا تتجاوز دينارا واحدا المرق علينا أيام أمرات من استفتحش أيام من بيعش بعشر ذنين نير مثال عندك اليوم حديث الآن فاتحين من الصبح مش بستفتحين غير دينار واحد والله من سيء إلى أسواق كانت نص غلاء على الآخر الأوضاع كلها تلورا يعني بالمرة نصرف المحل نحن ننزل ليس نصرف من المحل نصرف عليه يقف البائع أمام محله ينادي على الزبائن وعيناه ترقب فرحة يصيبه التعب ثم يستجمع قواه مجددا فيبتسم لعل شخصا يفتح عداد غلته لهذا اليوم ما أصعب الرزق في زمن كورونا سفر 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 كلها ولا بيعة ولا شروة أنا فاتح من الساعة تسعى بيعتب دينار دكان طوله عشرة متر السفر ما فيه أي نوع من القوة الشرائية وأحترم الحكومة لأنها نجحت بامتياز في معالجة الوضع الصحي لكن فشلت بامتياز في معالجة ما بعد جائحة الكورونا الحياة تعود تدريجيا لمختلف القطاعات لكنها لم تعد للأسواق حتى اللحظة والأموال الغائبة عن جيب المواطن لم تصل ليد التاجر كما قيل فالاقتصاد المحلي ما زال يتلقى الضربات من فيروس يبدو أنه بعثر طفراته داخل جسده وفي الواقع شاهد ودليل عبدالله شيخ الحقيقة الدولية عمان موسيقى 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 موسيقى